كيف ننظف أغراضها نفرزها نرجع ندخل للسنة الجديدة بكلكشن حلو وناعم ولزيز كده هذا كلكشن مع الكنادر أو بدون لا لا بدون على فكرة هو نفس الشي مثل ما قلتي غادة يمكن نحن دايما حلو دهما بنحكي عن الملابس وعن خزاين الملابس والجزم والأشياء الما منحتاجة هي نفس الشي أنه بتسهل علينا أن نشوف القطع الحلوة اللي موجودة فمثل ما نحن بنهتم بخزايننا وبأغراضنا حتى بأشياء البيت المطبخ له جزء كتير كبير ويومي بحياتنا يعني حتى لو حتى لو بس بتعملي بيضة والله لسه بأقول لك إنه بتعفع مش شرط أنا أوكي بيضة وليمو بس لما أبغى أشتري أشياء أحب تكون مرة حلوة علشان تحمسني إيش الأشياء اللي ممكن بداية أنا مثلا أعرف أنها خربت هلا بس ممكن تكون بالنسبة لي كويسة باكن عارف أنها شكلها خلاص للكب يعني شوفي هي دايما يمكن لما بنشوف نحنا هاي التفاصيل حتى التنظيف هاي الأواني اللي عنا أو العلب أنا لأهون حاطة بعض المجموعة أشياء جبتها من عندي من البيت حبيت ورجيكم كيف أنا بحافظ على كل منتج بطريقة مختلفة مثلا أنا دايما بعني هاية السنة بجر بقول خلينا نشيل كل شي موجود بالفريزر كل شي موجود بالتلاجة كل اللي كل الأشياء اللي بالخزاين لازم نطلعها كلها لبره هاي أول شي بعدين من نظف نفس الفريزر بعد من تفضى كله بشكل كامل من نظفه بأشياء أتعقم الفريزر يعني أني عم تفكري أنه دخل فيه كتير مواد حتى لو فريزر ومعقم وتلج بس أنه يتنظف كله من أول وجديد ونرجع نشوف الأغراض الموجودة يمكن أحيانا يكون عندنا لحم لسه صالح بس مشقوق الكيس فمنشف معانا فهو آخذ مكان وآخذ مساحة وهو خربان أو غير صالح ونفس الشي بالنسبة لل ونتمع ريحة التلاجة خلاص يعني حلوة هاي التنظيفة مرة بالسنة شغلة تانية بنعملها مثلا وأنا ممكن بحبة بهاراتي كتير يمكن شاف فيها قلوب أنا شافة بهاراتك فيها قلوب صح حتى بهاراتي عليها قلوب أنا شو عندي عندي خزانة كاملة كلها مجموعة بهارات شغلة عملتها زيادة أنه أول شي بستعمل الزاز للبهارات لأنه دايما الزجاج بحافظ على البهارات ما بيدخل عليها روايح تاني فما بتنخلط ريحة بهار مع بهارة تانية يعني تنصح أنت أن التوابة تكون بإزاز بزجاج صح بإزاز زاز أو زجاج زجاج هذي في الفين زجاج أو زجاج انت قيم مع مين والله ما لش ما لش طولوا بالكم علي فهلا الشغلة التانية مثلا أنت لما بتكون عندك مجموعة بهارات كتير وعم تطبخي ومستاجلة بحط بس اسم البهار عليها من فوق بس بورقة أو كرت أو أي ملسق أنتوا بترتاحوا عليه وتحطوا الاسم وهمش يكونوا مغطى ببلاستيك حتى ما يرجع يتوسخ فلما بترتبيهم أنت بالرف عندك مثلا أنا أولى عشرين ممكن أنا عندي خمسين بهار كل واحدة مكتوب عليها مثلا عندي هون واحدة مسميتة بهار عربي رقم واحد في عندي بهار عربي رقم اثنين يعني خلطات مختلفة أنا عندي سبعة هي سبعة بهارات هذا اللي مريح باله هاي شغلة بالنسبة للبهارات مثلا شغلة تانية عندي الشاي إذا عنديك شاي فرض بحب كمان استعمله بإزاز ويكون له شيء مغلق يعني مسكر بشكل كامل حتى ما تدخل عليه لرطوبة فبجرب إنه مثلا كل شيء يكون له شكل مختلف البهارات بهي المرتبانات الصغيرة الشاي بهي العلب كمان نفس الشيء مختلفة مثلا ممكن أخذ هاي العلبة اللي بالطول بحط فيها مثلا الشوفان بحط فيها الرز ممكن حط فيها فأنا عادة نبمي لأستعمال الإزاز لحتى نرتب أغراضنا هذا بالنسبة للأشياء لنقول الفرط يعني الشاي البهارات الرز هاي كلها مكونات موجودة عندنا دايما نقدر نحن يعني بهذه الطريقة هاي ممكن رتبناها أكتر شغلة تانية يمكن أن تشوفوها دايما بالبرنامج هي العلب الزيت اللي بستعمله أنا عادة بحب كتير البلاستيك يمكن كل شف بيستعمل هاي الأواني ليطبخ فيها أول شي أنت بتشوفي الفرق بين زيت الزيتون والزيت النباتي اللي نعادة مستعملون دايما وبنفس الوقت بتضل أنضف يعني أنت بتقدري دايما بعد ما تخلصي طبخة الغسلية بشكل كامل وتضل موجودة عندك جنب الفرن الزيت النباتي والزيت الزيتون والملح والفلفل الأسوات وتعرفي كمان هذه النينة أو هذه الزجاجة 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 هذه الحلو أنك بتتحكمي بمقدار الزيت لما تخديها من نفسها ممكن تزيدها عليك خاصة ممكن علب الزيت النباتي والله أنت عندك في مستقبل في مستقبل مطبخ بس أحد يأمن فيه ويتمناني هلا بعد ما نحن عم نحكي عن كل هاي التفاصيل كمان أنا طبعا بحب الليل البلاستيك أحيانا بخليهم للفريزر يعني مثلا بجيب أوقات لما بسافر بجيب بهارات من الدول مختلفة فبتكون البهارات هاي ما حاستعملها دايما أو مميزة بابريكا مثلا أو فلفل أحمر هذه ما بتطط إلا للضيوف المهمين هاي للضيوف المهمين وللمناسبات السعيدة جدا هاي بحطهم بلاستيك وبتصير شوفي بتضلها محافظة على لونة وعلى شكلة وشغلة تاني لما منحط أي شيء بالفريزر أو بالتلاجة حلو نحط عليه التاريخ اللي نحنا حطينا فيه هاي العلبي لأنه عن جد يعني مثل ما نحنا عم نقول لسنين عم بتمر بس أحيانا بيكون عندك شغلة صلة بالفريزر ثلاثة سنين يعني يمكن بيكون صار وقت إنه نتخلص منا شيء تاني عن المناسب لنهاية السنة أنه أغلب المنتجات أو المعلبات بتكون بتنتهي مدة صلاحيتها غالبا مع نهاية السنة وأحيانا مع بداية السنة الجديدة فدايما أنا بطلع كل شيء خلص الصلصات السويا سوس الكاتشوب كل اللي هي الصلصات دبس الرمان بلسامك فينيجر الخل كلها خاصة كمان المنتجات المستعملة للحلويات البايكينج سودا الخميرة مثلا كلها بتكون موجودة عنا بقولوا شاف عملنا الرأس في بس ما زبطت معانا الكيك ما انتفخ يمكن البايكينج باودر من تهي صلاحيته فدايما إذا بدنا نعمل شغلة هيك سريعة بنهاية السنة نشوف نتأكد نطلع كل العلب اللي بره بعد ما نكون مسحنا الأرفوف نتأكد نحنا شو المكتوب شو العمر دايما بيكون تاريخ الإنتاج ويكون في تاريخ الانتهاء وإذا تمسحت قاف إنه هذه العلبة أصلا خلص كتير قديمة يعني يفضل تروه ما تفتحوه حتى فدايما هاي نرجع نرميهم ونتخلص نتخلص منهم أكيد في شغلات تانية كمان عندنا بالمطبخ منشوفهم وأحيانا مثل ما يكون عندك أنت قميس مشقوق مثلا أو خربان وبتقولي يعني يمكن صلحه يمكن اتعامل معه فبتتركيه وبيخرب على الأشياء الحلوة اللي عندك نفس الشي مثلا بالمطبخ أوقات بيكون مثلا عندي أنا هلأ هون مطبخنا بسباح الخير يا عرب لقيت أنه عندي هاي المعلقة يعني في مرة خربت أو نقطعت عن طريق شي بس هي موجودة هذا الشي غلط لأنها لا حقدر استعملها مكسورة وبنفس الوقت ما حتنفع لأي شيء فهي أخذ مكان وعملة فوضى وبتضيع علي يلاقي الأشياء تانية بالغلط الواحد يستخدمها صح فتعمل أي حاجة ما قلك ما قلق أي وسيلة ما علش أنه نتخلص منه هدا ما اسمه هدا اسمه بس الترتيب بطريقة صحية فهي هنرميها هلأ أشوف قصة رميناها وخلصناها وشي تاني الخشب بدي أحكي عن الخشب ده اللي بيستعمل أنا كتير بحب معلقة الخشب خاصة للرز بتحافز على التناجر كتير كتير صحية الخشب بس إذا بيوم انكسر الخشب ويمكن منشوفها شوي بالمطابخ بكون في مجموعة معلق إذا مكسور الخشب هون صار بيجمع بكتيريا فيفضل أنه على طول نتخلص منه يعني ما بينفعلها خاصة إذا عم نقلي في لحم لما أنت تخيلي هذا مكسور يعني هو عم يدخل بقلب الخشب نفسه فأول ما تنكسر معانا المعلقة قولوا خلص عمرة الأفتراضي وخلص نتخلص منه ونرميه وفعلا بتكون ما نحتاجه لكن إذا محمرة هي لا هيك محمرة هي يعني ساتة بيت الزط أصلية استعملناها بشكل منيح نفس الشي كمان السكاكين عندي هون مسلا سكينة أحيانا مع كتر الاستعمال أو خاصة إذا منقول استعمل حدا السكينة من إيد لإيد دايش بيقلك الشف ما بيقبل أنه حدا تاني يستعمل سكينته لأنه كل مسكة إلى ميلان يعني هاي شوي زيادة زيادة هذا كتير حركات بس إذا عنا سكينة صغيرة ومستحدة عندي بالبيت استعملها وشيء وبلش البوز تبع السكينة من فوق يميل أو ينتاج معناتها هاي يا أما حتجرحني أو حتأزيني بالتقطيع أو إنه ما حتعطينا التقطيع الصح فدائما نشيك أدواتنا الحادة كيف أديه هي فعلا حادة بطريقة صح يا أما نحنا نعدل السكين إذا بتتعدل معانا أو حتى أوقات بنكسر راس السكين خلص بتصير مؤذية لأنه بتصير مقلة التثبيت اللي نحنا بتعملين عليه وما ألا معنا إذا ما بتتصلح كمان نتخلص منه وهذا ينطبق حتى على السكاكين الكبيرة كل السكاكين يعني يعني يمكن أنا بهتم بالسكاكين كتير وبتعامل معهم مع محبة وود وحنان سلم سكاكينك سلم سكاكينك يا شف ما في ما في تسليم بس مثل ما نحنا بنهتم من سنة ومننظفها ومنلمعها نفس الشيء كمان إذا حسينا خلاص عمره أنه نخليها ترتاح نفسيه وطولات الخشب طيب أنا هون حطيت الخشب كمان شغلة بنعملها لكل أدوات الخشب الموجودة أو حتى كنا عم نحكي من فترة على التناجر الحديد أنه هدول بيحتاجوا مسح بزيت خاص للخشب ممكن يكون زيت أي نوع من أنواع الزيت زيت جوز الهند أو أي نوع من أنواع الزيت بناخد قطعة ورق مطبخ بنحط عليها شوي من زيت جوز الهند ومنمسح كل الأرفف الخشب اللي عنا اللي نستعمله للطبخ يعني المعالي البوردز اللي عندي الزيت بيخليها تسكر المسامات الموجودة فيه فبتكون كأنك أنت عم تغنجيها شوي هيك عم تعطيها محبة أكتر هذا للخشب وبنسبة للتناجر نفس الشي اللي بنعمله أنه هاي كمان مرة بالسنة ما بنحتاج نعمله أكتر منحمي التناجر الحديد ومنمسحهم بالزيت هيك بنكون شلنا عليهم أي شي متراكم أو زايد وكمان أكيد ما ننسى إذا نحن بما أنه عملنا هاي التعزيلة وعملناها هترتاح هتكون متعبة كتير بس هترتاحوا بعدين ما تنسوا أنه دايما الفلتر اللي موجود فوق الفرن يعني هذا الفلتر بيتحملنا كل السنة من قلي لطبخ لروايح اللي بيسحب الريحة فيمكن أغلب المطابخ وأغلب البيوت فيها فلاتر بتختلف أنواعها وأشكالها بس لازم يتغير الفلتر أو يتنظف على الأقل مرة بالسنة فهي شغلة دايما نقول يعني هي نوع من أنواع ما كتبدي أحكي عن الطاقة بس طاقة المطبخ مثل طاقة المكان مثل طاقة الخزاين كل مكان معروف اللي جوه واللي موجود ومرتب بطريقة حلوة كل مكان أصلاً الطبخ مع حب أكتر وتشتهي هيك ترتاحي نفسي وسهل أنك تاخديه وتطلعين من أي مكان فخلص أنك عارفة الأمور عندكم مترتب وزي ما قلت كده تعمل بحب بحب هيكون شي طيب اليوم ما في شي طبعا لا اليوم طبخ ما في سامحوني ما في سنة وتشات حقا بكرة بكرة حلقة الشكل خلاص إن شاء الله شكراً لكي شفالياتكي ألف عافية